موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الاولى والذي نعرض فيه اهم الاخبار الاقتصادية التي تطرقت اليها الصحف الصادرة هذا اليوم نبدأ جولتنا في معرض الصحافة بجريدة الاقتصادية الاولى التي تابعت مجريات زيارة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون لولاية بورجبوري ريجا المعروفة بانتشار مصانع الالكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية وقالت الصحيفة في عنوان موضوعها الرئيسي ان الوزير عون يلح على تخفيض اسعار التجهيزات الكهرومنزلية مبرزة تصريحه ان نسبة 25% من صناعة التجهيزات الكهرومنزلية متمركزة في ولاية بورجبوري ريج كما لفتت الجريدة ان وزير الصناعة اكد خلال الزيارة ان العقار الاقتصادية لم يعد بيد الولاة ولا الوزارة بعد اليوم وان توزيعه ومنحه للمستثميرين صار مهمة حصرية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اما يومية الوطن من جهتها تناولت تسجيل عمليات انجاز 460 الف سكن خلال سنة 2024 في سياق تطرقها لعرض قدمه وزير السكن والعمران امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعب الوطني وعوضحت ان من بين تلك الحصة السكنية 230 الف سكن رفي تمت برمجة انجازه خلال السنة المقبلة التي ستعرف ايضا انجاز 80 الف تجزئة اجتماعية و20 الف سكن ترقوي امومي وكذا 130 الف وحدة سكن امومي اجتماعي اجاري موجه لذوي الدخل الضعيف وهي البرمج السكنية التي تم تخصيص رخصة برنامج بقيمة تزيد عن 1140 مليار دينار بزيادة نسبتها 100% عن رخصة برنامج السنة الحالية اما جريدة الخبر من ناحيتها نشرت موضوعا حول ارتفاع ارادات صندوق ضبط الارادات التي بلغت 2300 مليار دينار وسجلت انتعاشا هو الاعلى منذ سنة 2012 حيث اوردت الصحيفة ان هذا الارتفاع يعتبر من بين المؤشرات الملحوظة في مجال الاقتصاد الكلي والتي لم يتم تسجيلها منذ حوالي 10 سنوات والتي بلغت هذه السنة ما يعادل 17.18 مليار دينار امريكي ووفق بيانات بنك الجزائر حيث اوضحت الصحيفة ان الزيادة في حجم اموال صندوق ضبط الارادات التي زادت بفضل الزيادة في الرسم على الجباية البترولية تتيح هامشا معتبرا لتغطية فارق العدز التقديري يومية لسواغ دالجيغي من ناحيتها قالت ان الجزائر احتلت المرتبة الاولى في افريقيا بخصوص النسبة بين موارد الخزينة الامومية وحجم الناتج الداخلي الخام وقالت الصحيفة ان تصدر الجزائر للترتيب في معدلات البلدان الافريقية كشف عنها موقع بيزنس انسايدر المتخصص بناء على معطيات التي يوفرها صندوق النقد الدولي حول الاوضاع المالية لدول قارة افريقيا وكشفت الارقام ان الجزائر تحتل تلك المكان المتميزة من حيث ارتفاع حجم المداخل الامومية وكذا الزيادة في الناتج الداخلي الخام للبلاد وهو ما جعلها تتصدر الترتيب حيث بلغت ارادات الخزينة الامومية ستة الاف ومئتين وواحد وستين مليار دينار جزائري حتى نهاية شهر اوتا الماضي وهي الارادات التي تمثل نسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة من الناتج الداخلي الخام صحيفة الحياة من جانبها نشرت البيان الذي اصدره مكتب مجلس الامة مشيدا فيه بما ورد في خطاب رئيس الجمهورية خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللاطي فرحال نهاية الاسبوع وقالت بعنوان بارز على صدر صفحتها الاولى مجلس الامة يشيد بسياسة الرئيس تبون التعبير عن قوة الاقتصاد وقالت الصحيفة ان مكتب مجلس الامة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية بحضور المراقب البرلماني في اجتماع عقده صالح جوجيل رئيس المجلس اصدر بيانا اشاد فيه بسياسة اليد الممدودة تجاه المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه امام رجال الاعمال بالمناسبة وهو ما يعبر عن قوة السياسة الاقتصادية لرئيس الجمهورية التي تنتهج سياسة براغماتية تبعث على الاطمئنان وفق ما نقلت الجريدة عن بيان مجلس الامة اما جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا لنهار اليوم فقالت تحت عنوان انطلاق بيع السيارات واستلام الطلبات بداية من يوم الخميس ان ممثل علامة شيري الصينية للسيارات التي حصلت على الاعتماد لبيع مركباتها في الجزائر سوف تبدأ هذا الخميس في تسويقه لسيارتها عبر نقاط التوزيع المعتمدة التي سيتم الاعلان عنها من طرف وكيل العلامة التجارية لتلك السيارات وقالت الصحيفة ان مديرة وصاحب شركة اوتو ليدر كومباني ممثلة لعالمة شيري في الجزائر اصدر بلاغا على صفحته على فيسبوك قال فيه ان الشركة سوف تشرع في بيع سيارتها يوم الخميس القادم وانها ستكشف عن قائمة وكلاء البيع في الولايات للبدء في استلام الطلبات بهذا مشاهدين الكرام نصلوا الى ختام برنامج الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض القضايا الاقتصادية التي تطرقت اليها الصحف الصادرة هذا الصباح متابعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الاولى ابقوا معنا اشتركوا في القناة